بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصلاة وأتم متسليم على المبعوث رحمة العالمين محمد صلى الله عليه وسلم اليوم درس تبعنا غير يكون عن نظرية مهمة جداً بالهيلبرت سبيس بتموها الرئيس ربزنتيشن فيورم وتطبيقاتها اللي هو بتمو هيلبرت جونت أوبيريتر خلينا نبلش الرئيس ربزنتيشن فيورم اللي هي شو بتحكي بتقول إذا كان عندي أي هيلبرت سبيس كان عندي أي هيلبرت سبيس بدي أعمل يعني بدنا نشوف شو الفونكشنل سبعت البرت سبيس فبشو بتقول رئيس ربزنتيشن فيها بتقول فونكشنل F ينتمي للأج براند هذي يؤدي إنه يوجد يونيك Z ينتمي للأج بحيث إنه F تساوي الإنر برودك بين X و Z بمعنى وآخر إنه إذا ثبتنا Z وخدت الإنر برودك X فاصلة Z هذا بطلع فونكشنل بالمناسبة إنه بيهاكل X وبيطلع عدد كومبلكس نمبر وبيطلع هذا فونكشنل لكن نظريت رئيس ربزنتيشن فيورم بحيث إنه كل الفونكشنل زيك بكون شكلهم هي X فاصلة إشي معين اسمه Z هذا الزد بيته مدعمين على الف ويونيك وطوله طول الزد يساوي X طول الف هاي الربزنتيشن فيورم ليش بسموه ربزنتيشن؟ بكوز وي ربزنت F فين تسويه اي فنقل هيك لكتب شكل بهاذا الشكل طيب عشان نثبت هاي النظريه هلي يربزنتيش نثيرم بدنا نعمل نثبت اللهم صلى الله عليه وسلم محمد بدنا نثبت ايش two limits اول لمة تحكي اللهم صلى الله عليه وسلم محمد بهذا الشكل بتقول اللهم الاولى انه اذا كان عندي orthonormal ايش sequence هاي orthonormal sequence وكان عندي functional كان عندي functional F انتمل ال H' كان استنتج اشياء معينات اول اشي اللي هو انه السيريز هاي من infinity هون لما اجمع F ek تربيع تطلع هاي converge ومش بس converge تطلع اقل من norm يعني ايه function بالهلبرد space طعمي هاي orthonormal sequence وربعهم وخذ المجموع بتطلع هاي series converge ويعني جميلة هاي النظرية وشو بتقول كمان انه اطلع اقل من norm الافترية واثنين طبعا اذا هاي series converge , واخذنا هاي alpha في نظرية تحكي انه بتصير السيريز هذي اللي اذا خذنا F ek وهون ما شو هيكي ها من case 1 الى infinity تطلع كمان converge وممكن نحط conjugate لانه absolute tie ولا على كلين طبعا ليش منحط conjugate لسباب بعدين المهم الام لان نثبت هاي النظرية اسبات تبعنا غير يكون كالتالي منقول اول اشي fix and 28 number ثم 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 بداخذ sequence partial صاملة هاي الي هي من كتبسة 1 حتى الان مطلق f ek كل تربيه يساوي هاي شو كل بتساوي ساوي مطلق f ek f ek شو بدي اعمل هالساة بدي اعمل حركة غريبة بما انه f هو linear لانه هذا functional فهذا ثابت بتخل لجوه والمجموع بتخل لجوه وبتنغل تصير f off يعني كاني تدخل هاي الامور كلها جوه هون هاي بالlinearة الى f فبتسير هون k تدخل واحد m f ek conjugate ek طيب الان بدي استخدم بما انه هذا bounded الى f هاي هون because because f linear لكن من شكل اخر بما انه هاي bounded اذا هاي اقل من نورم f في نورم هاي مجموع كيجزة واحد قوة n f of ek conjugate ek طيب هاي انه because f is bounded because f bounded الان لاحظوا انه بتحط هون تربيع وهون تربيع لانه بدي استخدم هون ونص باستخدم الorthogonally هون لاحظوا هاي بما انه ال en orthonorm sequence اذا هذا هو الorthogonal وبالتالي باستخدام Pythagorean في theorem شون نستنتج انه هاي النص انه المربعات تتوزع على الجمع من كيجزة واحد يعني يضي نورم مربعات النورم تتوزع على الجمع بصير هيك بصير هيك طيب بصير نورم تربيع لمين للي جوا هذا f of ek conjugate في ال ek بتساوي نورم الف في ash جذر هاذ بطلع بره النورم بتصير ايش للان مطلق تربيع لمين ل f of ek والكون جي قلت ايش بصير بروح منهم نزبطها هون هيك f of ek تربيع وهون في عندي norm ek تربيع لكن احنا بما انها ortho normal يعني طولهم واحد وبالتالي هاي قيمتها واحد وبالتالي لاحظوا انه هاي السيكونس هي نفسها هاي بس هون في جذر وبالتالي بدي اقسمها على هاي فباستنتج مباشرة من القسمة انه الجذر هاذي and f of ek أنا عندي هون واحد اصلا وفي عندي هون ناقص مت بعد ما قسمت او ضربت هاي قوة سالب واحد بسير اقل من f اذا هاي ساوي نص ربع الاطراف اذا بستنتج مباشرة هون بنقول so كذا بس بعد ما ربع الاطراف انه norm ممكن تساوي واحد الان f of ek تربيع لاحظوا اقل او ساوي مطلق الافتربيع هاي لكل ان فتقريبا اثبتت هاي لكن مش للانفنتي لكن هاي ممكن اسمي هاي الان s واكتشفهم بد اقول but s ان هاي increasing sequence بجمع عدد موجب و bounded so it is converge بس الى converge بنستنتج انه الليمت لهاي بتظل اقل من هاي وبتا شو الليمت لهاي انه حط infinity هون مطلق f of ek تربيع بظل اقل من norm اف تربيع من كدة واحد هيك هون اثبتنا هاي طبعا في نظرية الان هيك هاي one done هاتسعتوه عشان نثبت اثنين نقول thus بما انه هاي converge طبعا هاي يكون بما انه هاي converge اذا بستنتج انه هاي اذا سميت هاي الفكة اللي جوه مع الكونجد طمعا حد سميت هاي الفكة فبستنتج سوه ضص الفكة pk لانه في نظريه من كيسا واحد للانفنتي convert إذا كانت مربعات الكوفيشن تكون في مجموعهم فبالسيريز لما تاخد كوفيشن تكون في مجموعهم لكن شوية الالفة كي اي اي انه مجموع من كتسا واحد الفة كي اللي هي الافة كي كونجوية او بدون كونجوية هاي بتطلع ايش هي تكون اثبتنا هاي النظريه فبليش هذا كله بدنا اياه حسنا نعرف في نظريه ثانيه لما تريش بتحكي بتقول هون بتقول نظريه اذا كان عندي اورثو نورمال فاميلي يعني هون هي انديك ست واي ارثو نورمال فاميلي يعني ممكن تكون كونجوية او نط كونجوية وعايش بالأتش هاند عندي فونجشنل شو بستنتج بستنتج انه هاي المجموعة اللي هي مطلقة فوف ايكي طعمي هاي رجزات انه فوف ايكي مش صفر يعني هذول الاشياء اللي مش صفرية لاحظ ذول مكون نكونوا انكاونتبل لكن ما اخذ مطلق واخذ الاشياء اللي مش صفرية شو بدي تصير هاي كاونتبل يعني كأنه بقول هاي ظاهريا دائما نط كاونتبل لكن هي في الحقيقة كاونتبل لانه اغلبه اللي اغلبهما صفار هيك معناه فوف بسمي هاي كالعادة في بوران اثبتناه قبل سيهاك بسمي هاي هما فوريكو فيش انتم تذكروا في فيديو السابق هون بدي اقول لت a m او fix m تنتبه للناترال المنبر a m كو بتساوي هي كل ال f of e k such that مش انها لا تساوي صفر بدي اه تكون ايش f of e k اكبر من واحدة لعم كل اهم 1 انو a m is finite ده بتنهاي finite suppose not انو there exist k1 k2 يعني افرض انهاي ايش بسموها infinite ومش infinite ومكن تكون countable وcountable تاخذ منها countable to me k1 k2 وهكذا such that انو اللهم صلى على سيدنا محمد انو f of e k f of k كيه صب اس شمانها اكبر من واحدة لها يعني افترض انه لقينا انفلت من السيكوز بتحقق هاي يعني هذول عاشد اي اي انه F of E KS مثلا تنتمي لمين للايه هسا باستخدام نظريه اللي قبل شوي شو حكينا انه هاي سيريز اذا كان عندك ارثنوم السيكوز ده بتحقق هاي سيريز سيريز هاي مطلق F of E KS لانه هاذا Orthonormal Sequence من S تساوي واحد للإنفينيتي تربيع هاي شو ما لها قلق يساوي يعني يكون فيل قلق يساوي F تربيع طيب لكن هاي من جهة اخرى من هاي يعني شو باستنتج انها اكبر او يساوي من هون بتأدي اكبر ساوي واحد على M هاي كل واحدة اكبر ساوي واحد على M تربيع بالمجموع من S تساوي واحد للإنفينيتي لاحظ انه المجموع على S هون بس هنا بنجمع M يعني كنا بنجمع نص زاد نص زاد نص زاد نص زاد نص يعني يساوي انفينيتي وبالتالي ساوي انفينيتي اقل من مطلق F that وبيه هذا وهاي رقم Contradiction وبالتالي شو منستنتج من هذا الكلام منستنتج بس انه انه AM finite هسا في حندي كلم ثاني شو بحكي الكلم الثاني كلم 2 انه A تساوي اتحاد AM من M تساوي واحد للإنفينيتي طبعا اذا اثبتنا هذا خلاص بصير هاي finite اتحاد finite اتحاد countable countable مم مرات بطلع countable يعني countable union of countable is discountable وبالتالي هكو نكون أثبتنا انه A هاي countable فبنبس نسبة هاي ونكون خلاص بها لدينا AM clear ده هذا الدجاه هو الشي قد أي AM هاي subset لاحظوا بما انه هي أكبر من 1M إذا هاي لا تساوي صفر أكيد يعني فبنقول AM AM subset من A لكل M ورسيبلم وبتالي نستنتج انه there exist M central natural number such that انه بايا الخميدة الكوبراتي عندها صوء رقمين من متاوية اذا يوجد ميناتهم H 1 1 على M وهذا يؤدي انه F of E K شو ما لها تنتمي لل AM إذا أخذنا اشي لاحظة بالA شفنا انه بطلع بالAM So A subset من AM هنا انتجاه الثالثة هنا وبالتالي بص A subset من اتحاد اللي هي لأنه إذا هو موجود بوحد منهم هو موجود بالاتحاد وبالتالي يثبتنا هاي وبالتالي دائما نحكي إذا كان عندي functional وعندي orthonormal basis والfunctional اكل orthonormal basis عدد الأشياء اللي مش صفرية غير يطلع countable at most ممكن finite بس إنه يطلع countable متحي لأنه البقية غير يكونوا صفار طيب الآن جاهزين ليثبت شو ما هو raise representation fear raise r i e s z raise representation fear شو بتحكيه هون إذا كان عندي بكل بساطة functional بهيلبرت بس يعني أج هيلبرت هاي LET أشكل برت ثم مستنتج أنه ف فنكشنل هذي أدي أنه يوجد يوجد يونيك عنصر اسمه زد ينتمي للأش ستجدات أنه لاحظوا أنه F يساوي dot product للأكس مع الزد طيب لكل أكس هاي واحد اثنين يكون طول الزد هذي أو طول الأف هذي ما بتفرق كثير هون خليتك بهاي طول الأف طلع هون في سقور الزد proof خلينا نثبت هذا الحقيقة نثبت الغزر بس كيش نتيره الآن بدي أحكي شو هي الزد فهون بقول أول إشي بدي أصنع بما أنه بدي أستخدم القوة بما أنه عندنا هالبرتسبيس إذن there exist an orthonormal basis سمع لمن للاكس أصدقو سو هي الزد طبعا زد لازم متضمد على الأف و WILL uقول زده ساوي السيريز التالي قبل شو كتبناها ناخد F of pk conjugate مع pk والk تنتبه بالندسطة طبعا هاي converge by the theorem اللي حكيناها مقبلة شوي by the above theorem above theorem كيف شو يعني converge هاي اول اشي هاي make sense لانه هاي ممكن تكون uncountable لكن حكينا انه هذول بصراحة كلهما صفار مستثناء countable هذول countable بالتالي احنا نجمع على countable طبعا ترتيب ما غير نقدر نسبة انه ما بيأثر ترتيب الجمع هون لكن اللي نقول انه اذا كانت countable اثبتنا انها بتطلق بالتالي زد هاي make sense طيب الان كيف بنا نعمل لنمسك الزد هذي ونسبة النظرية هاي بنقول now نعمل لت X تنتمي للهلبرت لذبت هاي دا حكي الله ثم مطلق X فاصلة Z يساوي او حد دخليني نحطهن X فاصلة Z يساوي وده حط قيمة ال X Z بس هاي وشوف شوف بيصير اللي مجموعة من كي نتمي لل بالإندكس F E K واذكر صح ظاهريا هاي ممكن تكون uncountable مجموعة لكن بصلاح كرموس فارد هاي countable الان لاحظوا هاي countable هون بصير هل بقدر اطلع بره لا دا استخدم sequence بصير هون limit ولمت تطلع by continuity of the inner product وبعدها هم بطلع المجموعة الفانيه هاي باستخدام linearity للإنر وبدال بكل بساطه بجده اطلع حين هنا بره والثوابت هاي بتطلع هنا بره كمان شو بديو يضل عندي X, P, X, E, K هاي By Aish By linearity By continuity of the product طيب إذن الآن هسا هيك طلعنا هاي من بره الانر product الآن هاي الأمور شو بدي أعمل فيها طبعا هون لازم أطلع مدام هاي طلعتهم second position لازم تروح الانر الانر الان هذول كله هاتهم بدي دخلهم جو ال F بمعنى واخر هاي اللي تفك نمسك هاي والمجموع هاي ادخل الثابت جوه هون والمجموع ادخل جوه هون طبعا كيف بدخل هاي جوه هون لانه ال F linear كيف بدخل المجموع لجوه لانه المجموع هو عبارة عن limit هون بقدر اكتب limit partial sum وزي ما قلت لكم هاي countable راح ظاهريا مش countable لكن هي countable يعني كلهم اسفار فبحط limit one n فبدخل المجموع by linearity of F بعدين بدخل المجموع by A continuity of F لانه F is bounded بتاري باختصار فجأة ما بلاقي حالي إلا عندي هاد الشكل F of مجموع لانه يدخل الغابس باعا كي تنتميل I E هاي بتيجي هون X فاصلة YK ضرب YK ؟ ما شي وبالتالي صار عندي بهذا الشكل الان لكن تذكروا انه طبعا هم دقول باي البيكوز او بكوز او بكوز اف از ليمير لكن تذكروا انتو انه هذا العنصر بالعادة شو منسميه هذا الريبزنتيشن لأكس لانه هذا فوريال كوفيشن وبالتالي هاي نتذكر انه هاي اللي جوبه هون هاي هي اكس طيب احنا اثبتنا انه اي اكس يكتب بهذا الشكل ويونيك لانه اصلا اسمها باسس وبالتالي اثبتنا انه سو مطلق اكس زد يساوي اف اف اكس لكل اكس سنتميل العشرة اذا اثبتنا رقم واحد هاي واحد ناو بروف اثنين بدي اثبت رقم اثنين اثنين بدي اثبت انه رقم اثنين بدي اثبت الاتجاه الاول اللي هو هيك شكله ناو بدي اثبت انه مطلق اف اللي تجاه الاول خلينا نحكي انه مطلق اف فشكي بدي بلش بقول هنا مطلق اف اف اكس يساوي لكن اف تساوي الانرالبوداخت حسب القاعد الاولى والان اكوشي شوارز انه كونك تطعى النور من واكس فيه نور من زد هذا يؤدي انه نور اف 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 اكس على مطلق ال X قل من نورم الزد لكل X هذا يؤدي أنه نورم الآف قل من نورم الزد وبنفس الشكل تجاه الثاني بدي هون أقول نورم زد تربيع هسا تعرفوا ليش خذ نورم زد تربيع هون لقبت النورم زد أقل وقل نورم زد تربيع يساوي زد مع زد فلاحظوا هاي شو هي عبارة عنه إذا أخذت من هون هاي واستخدمت هون هاي صحيحة لكل X فهنا بقدر أعوض بدل X زد فإذا عوض زد هون زد دوت زد يساوي F والتالي هيا مين هاي تساوي F طيب والتالي الآن هاي F طبعا هي موجبة لو بالتالي الآن بقدر أحطه المطلق ما بيأثر وهذا بتطلع أقل أو يساوي نورم F في نورم H الآن بقدر أحطه مع نورم زد الجهتين بقدر عندي نورم زد أقل أو يساوي نورم F هيكون أوددنا اتجاه ثاني فصار عندي الآن ريز ربزنتيشن فيرم طيب الآن هحطة طبيقات ريز ربزنتيشن فيرم نظريه خلينا بدنا بسرعة اللي هي يسموها F الهيلبرت space H هيلبرت هيلبرت هذي يؤدي إنه H رفلكتف طيب عشان نثبت هاي إنها هاي رفلكتف بدنا إن نعمل نظريه صغيرة شو بتحكي النظريه أو ديفنيشن هون ديفنيشن صغير دفن شو الديفنيشن هون بحكي هون باي ريز ربزنتيشن فييرم لكل F لاحظوا كل فونكشن ال F يوجد Z كل F يوجد Z ال F يعني كل ما نجيب فونكشن ال نقدر نروح من H برايم لل H وبالتالي هون بدي أعرف ديفين عن أوperator A نوين لوين من H برايم لل H ستج ذات إنه شو بودي A of F تساوي Z اللي عرفنا هاي لونيك لون ستج ذات إنه شو هاي تعريفة واحد في الو خواصات واحد من خواص ال F ال A F هاي بتساوي Z إنه اللهم صلى الله عليه وسلم من هون ساوي F of X يساوي بمطلق X فاصلة زد ليا A هون بدي أقول ستج ذات إنه F of X يساوي ضد product لمن X فاصلة A X هاي هي الزد اللي جاية بي representation theorem بي ريز representation theorem هاي will define هاي نقول هاي will define بي ريز representation theorem طيب إذاً صار عندي على قبي هذا الشكل طيب هون هاي صحيحة لكل X طيب اثنين من ريز representation theorem لو تلاحظوا قعد الثاني لا 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 يعني كأن أقول هاي صحيحة ولي كل functional في العالم أي function أكتب لكن هون كمان في قاعد ثاني على A اللي هي Z اللي سمناها AX AF بيصدي فإنه منقول أنه norm AF ونفسه norm F ليش؟ لأنه قبل يشوني من ريز بيصد تشوف هاي هي Z بيصد بيصد أو proof norm A Z A F من التعريف هو Z norm Z و Z اللي هي من ريز بيصد تشثير من نفس النظر وبالتالي هذا هذا هاي النظرية بشو بتموه هذا map is isometric يعني better من norm ثلاث هل هو linear بدي أثبت لا أنه مش linear هو بتوزع على الجمع بس الثابت بطلعه conjugate بسموه conjugate linear بمعنى وآخر F هو conjugate linear بدي يقول بمعنى وآخر A of A U زائد V يساوي A conjugate U زائد AV Proof طبعا لكل F U V من وين جاية لكل U V جاية من H prime لأن أصلا هو بعض الفونكشن الآن ولكل A تنتمي للcomplete number Proof مش صعب here الاثبات مش صعب فشو بدي أعمل عشان أثبته بدي أقول هون حسب القاعدة اللي فوق هون X فاصلة أمسك هذا العنصر اللي هو A وهذا functional اللي هو A U زائد V نتعرف نهات functional اللي هو شو بنتعرف by one شو بسوي الفونكشن of X بصير A U زائد V الكل of X توزاهم بصير A U of X زائد V of X ومنها شو بنستنتج انه لكن U of X منتعرف الفون شو بتساوي بتساوي X فاصلة U of X طبعا مناش ننسى A هاي هون زائد V of X شو هي V of X نفس القاعدة V X فاصلة V X X X فاصلة V X الآن بدرج هذول لقواعد هم فشو بديم يصير X ها ديجيب الثاني البوزش الثاني بصير conjugate U X زائد هذي V of X طيب إذن شو بنستنتج الآن إنه ها 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 فيش غلط ها ها مش A U of X هاي A X X X أعصف هون هاي غلط هاي A F هون A F لأنه Z هذي هون نذكر X فاصلة Z و Z هاي اللي عرفنا ها A F هي A F وبتالي هون A F هاي بتالي هون أنا خربطنا هون هاي فعلا هي هاي F وبتالي هون بدي أكتب لهون كل الأمور تمام وبتصير هون A F خلينا هاي داري هون ما يكون يعني هسا بتوزع هون U X شو هون حسب هاي ال X بيجي هون وها بيجي A U حسب القعدة 1 و نفس الاشي هون بصير A H V الامنا ندخلهم بصير X فاصلة A U زائد A V وبالتالي صحيحة بدي نقارن مقارنة هاي تساوي هاي لكل X طي بي عنا نظرية بعد شو يغل نثبتها يسموها Uniqueness Uniqueness شو بك الuniqueness بتقول إذا هاي صحيحة لكل X صور نستنتج إنه الcomponent هذا يساوي الcomponent هذا إنه A U زائد B يساوي A conjugate A U زائد A B هاي بي وهذا اللي بدنا ايا طبعا هاي القاعدة اللي هي إذا صحيح هاي لكل X فالcomponent هذا سوي component هذا صعبنا بس المهم كتبنا هاي القاعدة خلينا نكتبها أسا في قاعدة ثانية نذكر عشان نثبتها قاعدة الرابعة اللي هي شو بالنسبة لل A norm ونها conjugate linear ونها Isometric أتوقع بس هذول الثلاث شغلات اللي بدنا نكون عارفينهم عن طيب إذا كان بقول أي في العالم بقدر أعرف له map هذا الماب من H لل H يعني كل ما تعطيه في زد وشو بيحقق هذا الماب بقول F تساوي X فاصل AF وطول norm يبع AF ونفس النorm ال F وهذا linear إلا شحق بمعنى conjugate linear الماب طيب الآن لاحظوا عشان أثبت أنه reflexive بدي يتكلم عن H W بسمهم قبل ما أتكلم عن H W بدي أقول شغلة مهمة إنه إذا كان عندي norm space بقدر أعرف على الدول تبعه norm فبصير الدول تبعه norm كمان أعرف التالي إذا كان عندي norm space الدول تبعه بطعه معرفنا علي norm تذكر norm operator لكن إذا كان عندي hillbort space hillbort space هل الدول تبعه بطعه hillbort نقول نعم طب شو inner product اللي نعرف عليه الآن بدي أعرف لكم عليه inner product هون نبدأ قول let connect it on هاي ما تشبه النظرية بتقول h prime بدي عرف علي هات dot product جديد نحط عليه one لأنه في dot product على hillbort الأصلي طيب هاي بدأ نقول إن is hillbort طيب hillbort space where هاي 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 شو inner product where هاي هون شو بدأ طعمي f1 مثلا باصلة f2 وهون بدأ قول one هاي التعريف inner product يساوي inner الأصلي وبس بدي أرجع هذول functionals اللي بدي استخدم inner الأصلي ال h و هذول بدي رجعهم بحيث انهم h prime لل h كيف بدي أرجع من h prime لل h نتذكر انه في عندنا map اسمه a وبالتالي هون بدأ قول a f1 f1 f2 بس لأنه بطلع congcline لازم أقلبهم بتطلع f2 f1 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 طيب الآن شو بدأ قول ومش بس هيك هذ إذن البرط such that إنه norm النorm الأoperators اللي هون يعني norm f f إذا خذناه نفسه إذا خذناه f1 تساوي f شو بطلع عنا بطلع عنا مش نorm جديد بطلع عنا نفس النorm القديم اللي هو norm f فبدأ نثبت إنه هذا هلبرت space with هاي الحقيقة يعني بمعنى واخر إحنا عنا أي نorm space الهلبرت هو norm space وبالتالي الدول تبعه علي نون أصلا إنه هذ نون وبتالي عليه topology وبتقول inner product هات بعطيني نفس topology صار الهلبرت space with the same topology بمعنى واخر topology on the dual of a الهلبرت space induced by this inner product proof شو بدا ثبت إنه هذا البرج عم هذا inner product proof أول شغلة بنثبت ها نثبت إنه إنه هذا linear بالfirst component وبدا لدي حط هنا AU زائد V فاصلة 1 تساوي نثبت إنه هذا يساوي AU F 1 زائد H V F 1 proof من التعريف AU F B فاصلة F 1 هذا يساوي A وبنش قلبهم تحط A وأش قلبهم طبعا هم 1 بدأ قول AF طبعا ما فيش F 1 ما في 1 فبصير AF فاصلة A U زائد V ضيب هؤل هون بدون 1 لأنه هذا inner product هدروا عايشات A بود إلى H وقتل هدروا عايشات وليه برس B الآن لاحظوا إنه شو بدي أعمل بدي أوزع A هون لأنه A حكينا إنها F توزع بتطلع conjugate F تساوي ها يبدأ أقول ها تساوي AF فاصلة A conjugate AU زائد AV طيب والآن inner product تتوزع على هدول وبالتالي غير يصير هون عندي تساوي AF فاصلة لاحظوا هال conjugate بطلع لبر لكن بالsecond component اللي بتصلي الخاص اللي بطلع conjugate وبصير هون عندي A وهون عندي AU F زائد AF فاصلة AV يا سلام طيب الآن هاي شو تعريفها A هاي inner product بسه شكل لهم هاي U فاصلة F 1 بشيل A حسب التعريف وهون نفس الاشي بشكل لهم C V فاصلة F 1 وبالتالي هيك أثبتت إنه فعلا هاد توزع هاد اللي حكينا وبالتالي هاد فعلا linear the first component first component خير الخاصية الثانية من نثبتها اللي هي هاي خليني نحكي ف norm F F 1 أتوقع عاي مش صعبة تساوي norm F proof نقول norm F F 1 اللي هي نفس هاي مش يقلبهم بس ما بتأثر نحط إياه بصير F واصلة A F 1 A بدون 1 آسف طيب الآن كيف بدي نقول إنه هاي بتتاوي norm F F طيب نتذكر شو ممكن الواحد يعمل هون بنقول هاي بكل بساطة هي norm AF تربية طيب بما إنه هاي norm AF تربية نتذكر من خواص l-A إنه بياكل l-A خواص l-A قصدين norm بتتاكل عند norm بمعنى واخد نوع is 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 z واخد نتذكر بل زي ما حكينا إنه F norm F يساوي norm Z وبالتالي طارع عنا هاي تساوي norm F تربية وبالتالي فعلا هاي إذن هون بنعدنا نحط تربية لازم وبالتالي هاي بعطينا l-I بلقد بعطينا نفس الدول وبالتالي نستنتج من النظرية إنه بما إنه هاي تساوي أول شي موجبة من هاي لأنها يتساوي موجب and norm F F 1 يساوي صفر هاي F عند قولي F خلينا نشوف شو بدي يطلع معنا خواص inner product لازم تأكد من خواص غير linearity لازم نتأكد من خاصية ال-positive وهاي بتساوي صفر F عند قولي F norm F زي ما قلنا يتساوي صفر وهذا فعلا فعلا is a Hilbert space is a Hilbert space and induced the norm the same norm usual norm of operator norm so it has the same topology on the dual space طيب بما أنه الان هذا صار Hilbert space طيب الآن بدي أثبت الرئيس representation theorem أسفل أنه H is reflexive H is reflexive H is reflexive طيب تذكر أعنى H is reflexive i.e بيأثبت أنه C of H هذا الكنوني كالماب يساوي H W prime where نذكر C C هي الماب من لين من H ل H W prime such that أنه C X X طيب نذكر C هنا X بودية لل C X حيث C X باكل من W' W' C' بياكل C' W' وبتالي بدأ طعميه مثلا H بدأ طعميه شوه مثلا F function لأنه M' محمد هذا ينتمي إلى H' لكل و بالتالي هذا بياكل من وين بياكل function function يعني قصدي C X أسف هو لو نذكره من وين لأوين من H' لأوين للC بحيث أنه C X أهم إشي الآن بيأكل functional بيطلع الجواب يساوي F بدي أثبت أنه بمعنى آخر أنه C هذا canonical ما بحيثكروها أنه أي عنصر أنه range دائما يساوي كامل و بالتالي هذا onto بمعنى آخر أنه بمعنى آخر نقول let H تنتمي ل H' اللي هي تساوي H' الكل prime So بدأ تطبق raise representation theorem وين على الهلبرت 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 مو ه geri الغي Berkeley doing H' is complete لح H' is complete Because it is a dual because because it is a dual. طيب الان شو بدي عمل صار عندي بما انو الاتش تنتمي لهون للدول دبل برايم إذن لطبق Ray's representation theorem. طيب عنصر وين اخري نقول باي ريز representation theorem باي ريز representation theorem اللي هلبرت تسباس مين هاتش برايم اللي هو علي دوت البرودك اللي عرفنا قبل شوية هاتش برايم لحظه هاتش برايم هاتش برايم إذن دول هاتش برايم طيب عنصر من الاتش برايم ساجد ذكر شوية ريز representation theorem تحكي أنو الدول هاتش بردء يساوي inner product one f naught dot f يعني هال f بمثابة الـ x لو تذكروا الـ dot product هذا والـ h هي الـ function والتالي الان صار عندها هاي القاعدة هذا h is a functional on h prime يعني بمعنى واخرى عشان تذكروا h prime h is from h prime الى وين الى c المهم صار عندها f naught جاجة الان شو بدقول لت بدعرف الكو يثبت انه الـ c canonical map انه يوجد x بتروح لوين صورتها بطلع صورة الـ x يمين الـ h الان بدقول لت x تساوي دعرف الـ x تساوي لاحظوا الشي الغريب بدقول عندي f naught هاي f naught بالـ h prime رجعها للـ h لانه لازم الـ x تكون بالـ h وقول هي a f naught Claim الان انه c x هاي يساوي الـ h هاي بمعنى واخر ie انه c is on two so h is a reflection اذا بدانس بدنو c x ساوي f شو منقول بروف لكلام هسا منقول c x بطعميها شو الـ c x تقول شو f وقول f تساوي f of x من تعريف الـ canonical map لكن f of x حسب القاعدة قاعدة الـ a هي نفسها x فاصلة af لو تذكروا هاي قاعدة من الـ a هي وبالتالي الان هون بدقول هاي تساوي لكن عندي هون x فاصلة هاي هاي شو بتساوي بدي حط قيمة الـ x فهون بدي اجيب قيمة الـ x هاي وعوض هون شو بدي يصير عندي بتساوي a f naught فاصلة af الان شو بتساوي بدي قول هاي شو تعريفها تعريف الـ n dot product f1 norm 1 لاحظوا بشكلهم وبيشيل الـ a اذا هون بتسير بشيل الـ a وبشكلهم بسير f فاصلة af not وهون بتحط 1 وبالتالي لاحظوا انه هون هاي هاي بدي سميها ايش start فلاحظوا هاي شو بتساوي من start هاي تساوي x of f لاحظوا انه اثبتت انه هاي تساوي هاي لكل f بتالي قسطب f مع f بس نستنتج انه هذا الفنكتن cx تساوي h وبالتالي اثبتنا انه c is on 2 وبالتالي x is reflexive إذن هيك اثبتنا انه ايا Hilbert space في العالم is reflexive وبنستنتج منها انه مثلا h' is isomorphic lamine للHilbert space طيب طيب الآن شو بنا نعمل بدنا نعرف تعريف الـ adjoint وبس ذكروا في عنا كان عنا نظريتين نظرية مهمة بتقول اذا كان عندي اول لما بتحكي انه اذا كان عندي x z1 يساوي x z2 لكل x بستنتج انه z1 لازم يساوي z2 هاي واحد اثنين يقول اذا كان عندي x فاصلة a y يساوي x فاصلة b وهذول two operators بالـ a والـ b وهذول متساويات لكل x و y بالـ Hilbert space طيب هاي بالـ Hilbert space h1 وهذا بالـ h2 على فرض انه الـ a والـ b الـ a والـ b عايشات بالـ bounded operators من h1 لـ h2 يعني باخذه من h1 بوضي لـ h2 شو نستنتج هون إذا هاي تحققت نستنتج مباشرة انه لازم الـ operator a نساوي الـ operator b وهذا القبل شوية استخدمناه وين باتبات لما ايجينا اثبتنا شونا تكلم عن الـ a كأنه هون قلنا لاحظوا انه هذا لا هنا استخدم طبع الـ vector انه هذا vector وهذا vector وانه هذا vector يساوي هذا vector لكل x ايه كل x يساوي إذا هذا vector يساوي هذا طلعت معنا هاي القيمة إذا نحنا استخدمنا الأولى هاي وين طاحت هاي فبروف 1 ليش صعبة لازم نفتحنا كثير من استخدمها منقول من هاي نستنتج we have انه إنه x فاصلة زد 1 ناقص زد 2 يساوي صفر من صفات الـ dot product توضي على الجهة الثانية دخل السالب وتجمع طيب لكل x من الـ so ايه 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 نقول x يساوي زد 1 زد 2 وضع مستنتج عوض زد 1 1 شو بصير عندي نوم تربيح زد 1 زد 2 تربيح يساوي صفر ضع مستنتج احنو زد 1 زد 2 يساوي صفر وبتاي زد 1 يساوي اثنين ثاني هاي طيب إذا هاي صحيحة لكل x صحيحة لكل x ونقول فتس y طيب ويهب انه x فاصلة ay يساوي x ب y إذا سمينا هاي زد 1 هاي زد 1 وهاي زد 2 وهاي صحيحة لكل x هذا بيأدي ايش انه زد 1 يساوي زد 2 يعني ايش باي 1 يعني يصير عندي ay يساوي b1 لكن هون ال y فكس إذا بصير هاي صحيحة لكل y وبالتال نستنتج مباشرة انه a تساوي h b وهذا ال operator وهاي كمان حقيقة فلكن كثير من نستخدمها طيب الآن بنا نعرف تعريف اللي بسموه adjoint operator adjoint operator عشان نعرف adjoint operator طيب بدنا نقول او هذا نفرقه بين adjoint اللي عرفناه زمان على النوم نسمي هاذ هيلبرد adjoint operator وهذا هو مش definition بقدر ما هو نظرية فمنقول اذا واحد عنده operator من b h1 الى h2 طيب نستنتج مباشرة انه there exist unique operator اسمه t star وغير يكون bounded كمان x1 x2 سجدات انه بحقق واحد واثنين اول خاصية انه p x y لاحظوا انه هاذ p هاي تنطلق لهون تصير x x x y لكن بدنا نحط يعني هذا الoperator والخاصية الثانية انه النوم p هو نفسه النوم ينثبت اذا الشي انه يوجد operator في هذا الشكل نسميه ايش Hilbert joint operator proof طبعنا نستخدم raise representation theorem فأول ايش بدا ثبت y قلت y تنتمي ال h2 لتf الآن بعشان استخدم raise representation theorem لازم يكون عندي functional لتf من h1 إلى c طبعا ممكن تكون r هاي حسب ما شو باهتمنا given by الآن بتعرف f of x ساوي هاي اللي هو مكتوبه t x y طبعا نكلم أول نظريه بنثبت انه f is linear الثاني النظريه بنثبت انه f is bounded التالي هاد بكون functional بعدين منستخدم raise representation theorem نكتب صعو f ينتمي لh1 prime يعني raise representation theorem نتبع functional خلين نثبت انه انه linear دقول f of هون هون بدكتب ف f of f مثلا y1 z y2 خلين نقول جان نثبت انه f of x1 z نقول هون alpha x1 z x2 يساوي بحسب تعريفنا حتى تظن هون alpha x1 z x2 . y لاحظوا انه t بتوزع لانه linear وبعدين ال inner product بتوزع والالفة بتطلع برة t والالفة بتطلع برة t ال inner product بتطيلة بهذا الشكل بصير t x1 . y زاد t x2 . y لكن هاي شبكت ساوي هاي حسب تعريفنا هي f of x1 alpha f of x1 زاد f of x2 هيك مكون أكبتنا انه ال f is linear ال f اللي هو هذا بنثبت انه bounded مطلق الآن لقول مطلق f of x تساوي ال inner product مطلق t x فاصلة y لكن إذا نعمل bound وعندنا ضد product مستخدم شوار as inequality وفي t x norm y لكن t is bounded وقتلع مطلق t في norm x في norm y طيب الآن بدنا نسمى على x منستنتج إنه إذا أخذنا هاي c عرفناها يسميناها هي C نقول so مطلق أو مش مطلق نقول norm F of X مطلق F of X على norm للX أقل أو يساوه يسميه C أقل أو يساوه C لكل X so نستنتج أنه norm is bounded طيب هيك ما يكون أثبتنا أنه أنها bounded F is bounded طيب الآن صار عنا فعلاً فunctional و هون بالحول إذن بي ريز representation theorem هم نقول بس بي ريز representation theorem بي ريز representation theorem there exists unique Z و الزد لاحظوا أنا هنا Y fixed والF fixed وبالتالي هاي بتعتمد عمين بتعتمد على على Y والF لكن لاحظوا F بتعتمد عمين F T والY وبالتالي بتعتمد و بنحط T star خمس لآه تعالي هاي Z زد الآن الآن شو بتعمل such that شو بتقول F يساوي هين البروداكت لمين X فاصلة زد لكن بشكل آخر ما هي الزد هالي X فاصلة T star حسب الرمز تبعي هون والF في X هاي شو بتساوي هيا T X Y حسب تعريفي للمين لهالي وبالتالي So width هاي فعلا أثبتت أنا رقم 1 بس شو أنا في إشي مهم جدا ما أثبته إنه T star هاي أنا أثبت إنه رقم وبالتالي أنا عندي function هاي unique وبالتالي هذا رقم بس ما أثبت إنه إيش bound طيب بدي أثبت تنباود وبعد متثبت هاي إذن هون بدي أثبت الآن إنه T star is bounded and non T star صور خلينا نسوي بصفحة ثانية T star is bounded such that إنه normal كمان يسوي normal T آسف مش bounce bounded إنه إنه linear بطلع يعني من H1 LH2 أو آسف من H2 LH1 حكرا لطلع إنه باكل من Y H2 LH1 فأول خطوة واحد نثبت إنه T star is linear طيب كيف بدي أثبت إنه linear proof من تعريف T star تذكر ونطلع آن تعريف إلى T star تستخدم هذا تعريف لهم تستخدم فبا شو بدأ قول X فاصلة T star وطعم AY1 زاد Y2 من تعريف T star تستخدم تستخدم T X فاصلة AY1 زاد Y2 وبعدين تعريف إلى هاي تصير هنا T X فاصلة Y1 وبتطلع A بالconjugate زاد X فاصلة Y2 طبعا هون مش X Z T الآن شو بدأ رجع الcomponent لهون بصير A conjugate X فاصلة T star تعريف T star رائع القاعد هاي اللي كتبتها قبل في وي هون بايا ريز بش تستخدم تستخدم زاد norm Fاصلة T star Y2 طبعا ممتاز الآن بدأ رجع كل شي زي ما كان رجع الcomponent الثاني بصير A عادية T star U1 زاد T star U2 لكن لاحظوا إنو الآن صارت عند هاي مع هاي هاي بدأ استنتج نوات ساوي هاي هاي صحيحة لكل X So بايا اللم اللي قبل شوية أثبت نها مين راح إذا هاي بحيحة لكل X هون مستنتج إنو هاي صحيحة Z1 تتاوي Z2 وبتالي هون مستنتج إنو هاي Z1 إنو كنتم ي Y Z2 بحيحة لكل X صحيحة مستنتج مباشرة إنو T star A Y1 زاد Y2 تتوسع وتتاوي بحيحة A T star Y1 زاد T star Y2 وبتالي أثبت أن T star is linear هاس عمنا نثبت إنها bounded T is bounded طيب يبدأ تبت إنو bounded ونور ما يساوي ها ها بدها مكان خلينا تبعون T star is bounded ونور T star يتاوي نور T Proof طيب الآن كيف بدابر إنهاي شو بعمل بكل بصافة بقول نور T star of Y تتاوي حسب T star ها تذكروا T star شو كانت T star لما عرفنا T star هي الزد وهونا نسين نقول بايا ريزر بزيتيش ثيرا مطلق الزد شو بتساوي نور زد هو نفسه نور من الأف ناسين ريزر بزيتيش ثيرا نذكرها بالأول عملنا هيا نور من الأف يساوي نور من الزد طيب إذن هون مستنتج إنه إنه نور من الأف يساوي نور من الزد والتالي بما إنه لكن الماء يزد هاي وبتالي هاي تساوي نور من الأف لكن ما هي الأف لو تذكرني ما هي الأف الأف بزيتي تذكر شو هي 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 نور بي إكس فاصلا وي أو إنا رفضك بي إكس فاصلا وي فهاي تساوي نور بي إكس فاصلا وي طيب لأ أنا ما بدي هي أكترا حلا مش هاي بديها مرة ثانية نعيد مرة ثانية نقول هاي تساوي نور من الزد وبالتالي هاي تساوي نور من الأف زي ما اتفقنا بأي لكن هاي تساوي السقريمم لأف بالمطلق على نور زي ما انتم بتعودين حيث من الأجل ولا تكون مش سفر طيب الآن هاي الآن بدي أخذ أف اف شو بتساوي تقولوا لي شو أف اف 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 تساوي اللي قبل شو كتبناها قلنا أف اف 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 حسب القاعد تبعيتنا تساوي نور تساوي وهم دي سير نور تي اكس فاصلة وي على نور من اكس طيب لكن هون السبريمم اوفر اكس لكن لاحظوا انه بقدر استخدم الشوارز انكوالي حط السبريمم هون في عندي شوارز انكوالي تساوي 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 اذا اقل من هذول كومبولنث وايز طيب لكل اكس فمنقدر نثبت ان السبريمم لهاي اقل من السبريمم لهاي طيب لكن لاحظوا هاي بتطلع لبرة واللي ظل هو هاي عبارة عن اش نقدر نقول انه هاي ما هي الا عبارة عن نوم بمعنى واخر هون صار عندي نوم نوم الآن بقسم على هاي بقول سا تي ستار واي على نوم واي اقل او يساوي نوم تي لكل واي سا تي ستار is bounded and نوم تي ستار اقل او يساوي نوم التي أسا باقي علي أثبت التجاه الثاني ونكون خلاص ما هاي طيب كيف بدنا نعملها تجاه الثاني بدي نمسك تي ستار هاي المرة اوالسا بدا قول هون تي ستار اكبر او يساوي شو هاي التعريفة تعريفة هي عبارة عن السوبريموم هاي اللي تساقبلي توقيت منها هي السوبريموم بتالي هاي تساوي اكبر او يساوي تي ستار اكيد الواي على نوم الواي هاي تعريفة تي ستار انها هي السوبريموم بتالي اكبر من كل واحدة بتحق الواي بالذات وبعدين لاحظوا بدي استخدم نومة تي واي لاحظوا اجيب لون اخضر لاحظوا نومة تي ستار واي شو بتساوي هاي بدي اجيب هاي وعوضها هون وبالتالي بتساوي عندي سوبريموم ف ف على نوم ال الكل على نوم الواي هنا او طيب أو حتى مش هاي آسف مش هاي اللي بدي اياها بدي اخذ اللي بعدها خلق نقول هاي اللي بدي اياها وكلهم متساويات هذول فبدي حط هاي هون فلاحظوا شو بدي يكون عندي يساوي مطلق norm tx.y طيب والآن شو بدي تقول بما أنه هذا supremum فهو أكيد أكبر أكبر من مين أي واحدة فيهم بدي أخذ هاي واحدة منهم اللي هي مطلق tx يعني أخذ السبريوم أشيل السبريوم يصير إشي أصغر على norm x في عندي norm y لاحظوا هاي صحيحة لكل x y طيب إذا صحيحة لكل x و y هاي الحقيقة هون بقول هون صح نوم فيه ستار أكبر أو يساوي دا نقولها بس tx فاصلة y norm x في norm h y لكل x و y فهون بدي أقول take y يساوي tx شو مستنتج صح norm t star أكبر أو يساوي بدي أعوض هون tx فلاحظوا بسير tx.tx وبتال تطلع norm خليني بكم أفاوي هاي يطلع هون norm tx لكل تربيع وهون عندي x norm x من أول وهون عندي بسير norm tx هاي بتروح هاي واحدة مع واحدة بسير norm tx على norm x هاي صحيحة لكل x وبتالي norm t star أكبر من هاي لكل x وبتالي بقدر أقول so supremum لهاي بتظل أقل أو يساوي هاي صحول مستنتجنا norm t star أكبر أو يساوي نور إذن الآن شو استنتجنا استنتجنا هاي و هاي إذن تلعنا مساوها هون طيب نور نور اغطة ساعات كما أنها باقة ساعات